موسيقى رئيس الوزراء يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة المواقة عدد عضو مجلس القيادة الرئاسية البحصاني يرأسه اجتماعا للمكتب التنفيذي في حضر موت موسيقى مجلس القضاء الأعلى يقر أسماء قضاة دوائر المحكمة العليا وإعادة تشكيل القضاء العسكري موسيقى أهلا بكم إلى نشرة العاشرة من تلفزيون حضر موت ونبدأ نشرتنا مع اليمين الدستورية التي أدها أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور أحمد عوط بن مبارك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وذلك بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن وعقب أضاء اليمين الدستورية هنأ فخامة الرئيس رئيس الوزراء الجديد بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي كما أثنى على الجهود المقدرة لسلفه الدكتور معين عبد المالك سعيد خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية وإقليمية بالغة التعقيد ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور بن مبارك أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة على المستويات كافة وشدد فخامة الرئيس على أولوية معالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعاشية مع التركيز على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الحكمية لما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها عاصمة مؤقتة للبلاد كما حفى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس الوزراء على أهبية انتظام عمل الحكومة والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم جهود الحكومة وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتقفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الماليشيات الحوثية الإرهابية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية بعث فخامة الرئيس الدكتور شاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس عن خالص تهليل الرئيس علييف تمنياته لهوى التوفيق والسداد في بهامه الرئاسية لحكومة وشعب أذربيجان الصديق مزيد من التقدم والنماء التقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور شاد محمد العليم عددا من قيادات الأحزاب السياسية الوطنية وممثليها وذلك لتشاور بشأن مستجدات الأوضاع المحلية وتعزيز الجبهة الداخلية في ظل التحديات المتشابكة على مختلف الأصعيدة العليم أكد خلال اللقاء دور الأحزاب والمكونات السياسية ومكانتها المحورية في قيادة التحالف الوطني العريض لدعم الشرعية وترصيق قيم الشراكة فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة سلطات في الاستجابة لتطلعات الشارع واحتياجات المواطنين وجدد العالم التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بثوابت الوطنية والدفاع عن المركز القانوني للدولة ومصالح الشعب اليمني ونظامه الجمهوري وتحقيق تطلعاته في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية واستعادة الأمن والاستقرار كما استمع الرئيس العليم إلى رؤى ممثلي المكونات السياسية ومقارباتها للقضايا الوطنية وتطورات المشهد اليمني والإقليمي وإشادتها بوحدة الموقف الرسمي والشعبي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وأكد ممثلون المكونات السياسية من جانبهم دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وأهمية المضي قدما في برنامج الإصلاحات الشاملة وجهود مكافحة الفساد ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء ركنفرنج البحسن اليوم بمدينة المكلة بمحافظة حضرموت اجتماع للمكتب التنفيذي في حضرموت لمناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الاقتصادية والخدمية وتطرق الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي أو كلاء المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية إلى المستجدات على الصعيد الوطني والأوضاع الاقتصادية دور أعضاء المكتب التنفيذي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمة الكهرباء وجرى في الاجتماع مناقشة العوائق والإشكاليات المتعلقة بالتوليد والمحروقات كما تطرق الاجتماع إلى تقرير حول الحالة الأمنية بمحافظة حضرموت والجهود التي تبذلها الأجهزة العسكرية والأمرية لتثبيت الأمن والاستقرار وأحاط عضو مجلس القيادة الرئاسي أعضاء المكتب التنفيذي حول جهود مجلس القيادة الرئاسي في التعامل مع الأوضاع السياسية والتعاطي الإيجابي مع مبادرات السلامة لحل الأزمة في الوطن التي كان آخرها الوساطة السعودية العمالية مشيرا إلى أن مجلس القيادة الرئاسية استشعروا ما يعانيها المواطنون من قسوة الحرب الحوثية ويسعى لوضع حل شامل ومستدام ينهي الأزمة في البلاد مثمنا مواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن في مساندته أو في مساندة القيادة السياسية والحكومة لإنهاء الانقلاب الحوثي ودعم الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع العامة وتطرق إلى استغلال ميليشيات الحوثي لأوضاع الحرب في غزة لتنفيذ سياسات إيران في المنطقة من خلال استمرارها بدعم إيراني في استهداف خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب مجددا التأكيد في هذا السياق على موقف بلادنا المطلق تجاه القضية الفلسطينية داعيا إلى التكاتف المجتمعي وتعزيز جهود الحكومة والبيوت التجارية لتخفيف معاناة الفئات المجتمعية المتضررة من الأوضاع الصعبة الراهنة ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة المحلية في حضر موت بتقييب عمل مديري العموم تفعيل مبدأ الثواب والعقابة تجاه المسؤولين في أداء واجباتهم معبرا عن ثقته في أعضاء المكتب التنفيذي لتجاوز التحديات الراهنة والعمل على معالجتها مجددا التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت بما يمكنها من تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها التنموية دشنا عضو مجلس القيادة الرئاسية الليواء الركن فرج البحساني اليوم الفصل الدراسي الثاني للدفعتين الثانية والثالثة الثانية والثالثة ثانوية عامة بنظام البكالوريوس للعام الدراسي عشرين ثلاثة وعشرين عشرين أربعة وعشرين لكلية الشرطة في حضر موت الليواء الركن البحساني طاف بقاعات التدريس ورافقه عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك والأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي وقائد المنطقة العسكرية الثانية الليواء الركن طالب بار الجاشة المدير العام للأمن وشرطة بساحل حضر موت العميد مطيعا من هالي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة وطلع البحساني من مدير كلية الشرطة في حضر موت العميد الركن الدكتور صالح التميمي على سير العملية الأكاديمية وما يتلقاه الطلاب من معارفة تمكنهم من تعزيز الجانب الأمني في محافظات حضر موت وشبوى والمهرى وسقطرة وشهد عضو مجلس القيادة الرئاسية عرضا عسكريا مهيبا لطلاب الدفعتين الثانية والثالثة مشيدا بمستوى العرض الذي قدمه طلاب كلية الشرطة بحضر موت حاثا الطلاب على استغلال الأوقات بين أروقة الكلية وتسخيرها فيما يعود بالنفع لبناء الأجساد والتنوير العقول مبديا استعداده التقديم منح خارجية في دورات تخصصية للطلاب المتفوقين ونوها بأهمية إنشاء كلية الشرطة بحضر موت في ظل أوضاع الحرب التي تمر بها البلاد وما ستقدمه الكلية من دور كبير في رفض إدارة الأمن والشرطة بالضباط الشباب الكفاءات المستحلين أو المتسلحين بالعلم والمعرفة مبديا استعداد مجلس القيادة الرئاسية تطوير الكلية بما يجعلها تضاهي الكليات في الدول الشقيقة كما طاف عضو مجلس القيادة الرئاسي في مباني الكلية متعرفا على مراحل الإنشاء واستعدادات الكلية لإعداد التصورات الخاصة بالمرحلة الثالثة موجها في هذا السياق بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء الكلية وفي السياق عقد لواء الركن البحسن اجتماعا بقيادة كلية الشرطة وأعضاء هيئة التدريس لإطلاع على نشاط الكلية وخططها المستقبلية للتطوير وكذا أبرز الصعوبات والإشكاريات التي تواجه زير عمل الكلية واستعراض المعالجات المقترحة لحل هذه العوائق أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية لواء ركن فرج سالمين البحسن أن المرأة جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي من خلال دورها الفعال ومتعدد الأوجه في مختلف جوانب الحياة أو الأوجه في مختلف جوانب الحياة بوصفها شريكا أساسيا في بناء المجتمع وتطويره جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسية اليوم بالمكلة عددا من القيادات النسوية بمحافظة حضرموت لمناقشة التحديات السياسية الراهنة ووضعهم أمام جهود مجلس القيادة الرئاسي في مواجهتها وتجاوزها ونوها البحسن بدور المرأة الحضرمية في بناء المجتمع وتطويره من خلال توليها مسؤوليات عائلية واجتماعية واقتصادية حيث تعمل على تربية الأسرة وتأمين احتياجاتها اليومية لجانب الإسهام في اتخاذ القرارات ذات الصلة بشؤون الأسرة والمجتمع مشيدا بالجهود التي بذلتها المرأة في مختلف المجالات عبر تاريخ حضرموت ودورها البارز في الحفاظ على التراث والثقافة المحلية ونقلها إلى الأجيال القادمة واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي من القيادات النسوية إلى تحديات الأسرة الحضرمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والجهود المطلوبة لتعزيز حضور المرأة على الأصعيدة كافة بعث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك برقية عزاء ومواساة في وفاة القنصل العام للجمهورية اليمنية بدبي والإمارات الشمالية السفير محمد صالح القطيش الذي وفاه الأجل بعد حياة زاخرة بالعطاف في المجال الدبلوماسي والنضال الوطني وشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد شفيع وعمر القطيش وجميع أفراد أسرته بمناقب الفقيد الذي يعد من الدبلوماسيين المخضرمين في إطار الدبلوماسية اليمنية في العديد من البعثات والمناصب الحكومية الأخرى التي تقلدها وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الوطن خسر برحيله دبلوماسيا مخضرما وشخصية سياسية وطنية معروفا بإخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وأداء مختلف المهام التي أسندت إليه بمسؤولية عالية ابتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد السفير محمد صالح القطيش بواسع رحمته ومغفرته أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان أقر مجلس القضاء الأعلى اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس يعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا على النحو الآتي الدائرة الدستورية والدائرة المدنية هيئة ألف والدائرة المدنية هيئة باء والدائرة التجارية والدائرة الجزائية هيئة ألف والدائرة الشخصية والدائرة الإدارية هيئة مدنية جيم والدائرة العسكرية هيئة جزائية باء ودائرة فحص الطعون والمكتب الفني وأقر المجلس عددا من الانتدابات والنقلات وإنشاء عدد من المحاكم والنيبات العسكرية الاستئنافية والابتدائية وأجرى حركة تنقلات في القضاء العسكرية كما أقر المجلس أن ينظر في القضايا العسكرية المستأنفة في المحافظات التي لا توجد فيها شعوب استئنافية عسكرية من قبل الشعوب الجزائية التي يرأسها رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات المحررة كما أقر المجلس توزيع عدد من مساعدين النيابة العامة في عدد من المحافظات المحررة وتحديد العطلة القضائية السنوية لأعضاء السلطة القضائية شهري رمضان وذي الحجة للعام 1445 هجرية وكما المجلس قد استعرض تقرير الإنجاز السنوي للعام الماضي عشرين ثلاثة وعشرين والمقدم من الأمانة العامة لمجلسي القضاء الأعلى والنظار في عدد من التظالمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة بحث وزير الدفاع الفريق روكن محسن الداعري مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشينغ تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وأشار وزير الدفاع إلى مستجدات الأحداث في ظل تصايد ميليشيا الحوث الإرهابية في جبهات القتال وإقلاقها للأمن الإقليمي والعالمي من خلال استهدافها السفن التجارية والتطرق الملاحة في البحر الأحمر وخريج عدد من جانبه أكد القائم بالأعمال الصيني وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيباح إلى أهمية الرسالة التوعوية عبر كل الوسائط العالمية في الحشد لخلق التأثير الإيجابي تجاه حملة التحصين ضد شلل الأطفال ووزير الصحة شدد في ختام الدورة التدريبية للمدربين تي أو تي على ضرورة تغيير السلوك للمواطن وتشجيعه على طلب اللقاح تلقائيا دون انتظار للحملات وتعزيز خلق أو خلق الطلب في كل البرامج الصحية وأهمية توحيد كل الشبكات المجتمعية للعمل بروح الفريق الواحد واستعرض الدكتور بحيباح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الحملات التي أتت في مارها في المناطق المحررة التي لم تسجل فيها أي حال أو حالة للشلل لافتا إلى أن الوزارة بصدد إدخال اللقاح المطور ضد شلل الأطفال عقد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكر اجتماعا لوكلاء القطاعات في الوزارة لمناقشة خطة العام عشرين اربعة وعشرين تفعيل نشاط الإدارات العامة المنضوية في القطاعات وسبل الارتقاء بعبلها واخذ الاجتماع الذي عقد بالدوان العام للوزارة بمحافظة عدن باركت قيادة الوزارة تعيين الدكتور أحمد عوض بالمبارك رئيس للوزراء وأشهدت بالأعمال التي أنجزت خلال العام المنصر عشرين ثلاثة وعشرين وأشهد البكر بما أنجز من مشاريع البنى التحتية في عدد من المحافظات المحررة مشيرا إلى أن غالبية الملاعب التي أعيد تأهيلها أو شكت على الانتهاء راجيا أن يكون العام الجديد عاما مليئا بالإنجازات أن يتم فيه تفادي العقبات التي تعالي منها الوزارة خصوصا فيما يتعلق بالموازنة المالية داعيا إلى ضرورة التنسيق مع صندوق رعاية النشئ والشباب لدعم خطط القطاعات خلال العام الجاري من جانبهم استعرض وكلاء القطاعات في الوزارة تقارير مفصلة عن ما أنجز خلال العام الماضي مستعرضين أهم التصورات للأعمال والمشاريع والدورات والمشاركات الداخلية والخارجية للعام الحالي تشهد مدن ساحل حضر موت أجواء صحوة مع صحب متفرقة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة الليلة وفي أرياف صحراء حضر موت والهضبة الجاربية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا مائلة إلى البرودة الليلة وفي وادي وصحراء حضر موت والهضبة الشمالية أجواء صحوة ورياحا معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى باردة الليلة والآن مشاهدين إلى حالة التقصى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا إلى نهاية هذه النشرة مشاهدين أو هذا التذكير بأبرز ما جافع من أنباء رئيس الوزراء يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة المؤقتة حدا عضو مجلس القيادة الرئاسية البحسن يرأس اجتماعا للمكتب التنفيذي في خضر موت مجلس القضاء الأعلى يقر أسماء قضاة دوائر المحكمة العليا ويعادة تشكيل القضاء العسكري ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون خضر موتر شكرا لكم شهادين على حسن وكرم المتابعة يا مال الله